هذا السائل يقول إذا أسلمت الكتابية ولم يسلم زوجها ولكنها في انتظار إسلامه فماذا تفعل هي في الواقع إن انتظرت لعل الله سبحانه وتعالى يهدي زوجها وأسلم بعد ذلك وهي لا تزال على علاقتها الزوجية معه فالحمد لله يعني زواجهما صحيح ولا يعاد الزواج فإذا أسلمت وهو لم يسلم وأحبت أن تنهي علاقتها معه فلها الحق أن تتقدم إلى القاضي والقاضي نفسه ينظر في أمر زواجهما ويكون من إجراءاته أن يكون هناك مكاتبة لزوجها الذي هو على دينه الذي هو دينه غير الإسلام دينه شرك أو يهودية أو نصرانية أو نحو ذلك وبناء على هذا فإن استجاب فالحمد لله وإن لم يستجب وهي مسرة على الفراق منه فللقاضي الحق في فسخها منه الله يستجب موسيقى موسيقى